تفاهمات الحوار الليبي في المغرب ستتحول إلى اتفاق يوم الخميس المقبل اتفاق سيوقعه بالأحرف الأولى كل من رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري ورئيس مجلس النواب طبرق عقيل صالح الاتفاق ينص على تشكيل لجنة لمناقشة المناصب السيادية وفقا للتفاهمات التي توصلت إليها أطراف الحوار الليبي في بوزنيق المغربية قبل أسبوعين خالد المشري الذي أفصح عن موعد الخميس أكد أنه سيذهب إلى المغرب بيد ممدودة للحوار ولكن بحذر حذر من تحشدات عسكرية لقوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر التي قد تأخذ الغرب الليبي على حين غره يقول المشري وبرغم ذلك فإن مقدمات توزيع المناصب السيادية قد استكملت فقد أعقب تفاهمات بوزنيقة إعلان كل من رئيس المجلس الرئاسي الليبي فائز السراج عزمه استقالته من منصبه في موعد نقصاه نهاية أكتوبر المقبل فيما قدم رئيس الحكومة الموقتة غير المعترف بها دوليا عبدالله ثني استقالة حكومته إلى برلمان طبرق وفي ظل أجواء الحوار السائدة بين الأطراف الليبية حاليا أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا أنها ترعى محادثات انطلقت في مدينة الغردق المصرية بين وفود أمنية وعسكرية من شرقي ليبيا وغربيها في إطار المحادثات المستمرة للجنة العسكرية المشتركة 5 زائد 5 لسيما الوضع في ليبيا وبموازات ذلك شدلت تونس والجزائر على ضرورة التوصل لحل سياسي للأزمة الليبية بعيدا عن التدخلات الخارجية كما قال وزير الخارجية الجزائرية صبري بوقادوم عجلة الحوار التي تحث الخطى في ليبيا اليوم أنعشت الآمال بمشاهدة ضوء في آخر النفق المظلم الذي أدخلت البلاد فيه تسع سنوات عجاف من النزاعات المسلحة أثبتت استحالة استفراد أي من أطراف الصراع بالبلاد النفطية المترامية اشتركوا في القناة